السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حلقتنا لهذا اليوم أحبتي المشاهدين عن مركز ميزان للرعاية الصحية المنزلية هذا المركز أحبتي يقدم خدماته الصحية والعلاجية والتمرياضية للمرضى وهم راقدين في بيوتهم فلنتعرف على تفاصيل حمل هذا المركز في حلقتنا لهذا اليوم أهلاً وسهلاً بكم أعزائي المشاهدين نبدأ مع الأستاذ بهاء الوائلي مدير المركز السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته إن شاء الله موفقين بعملكم دائماً والأخصة الأنسان يخدم يعني الناس المرضى الله يوفقكم جميع إن شاء الله أستاذ بهاء بداية نعرف يعني ميزان يعني مركز ميزان ليش ميزان يعني ليش الاسم لو ليش المشروع ليش الاسم يعني كاسم ميزان شن ارتباطه بالمشروع تسمح لأحد شي مقدم أحد تنوصل الاسم يعني معناه يعني هو مشروع صحي تابع يعني لهيئة الصحة والتعليم الطبعي التابع للأمان العامة العتبة الحسينية المقدسة تأتي انطلاقاً من الرعاية الأبوية والروحية للمرجعية العليا يعني الأمان العامة العتبة رسمة خطط لرفع المستوى الصحي والمستوى الواقع الصحي لأبناء الشعب العراقي ضمنها رفعات شعار علاجك بين أهلك لتوفير كل ما هو ممكن وحديث لمرضانة عفاهم الله حتى يعني يعني نمنع قضية هذه يعني السفر ومخاطر السفر يعني مريض يسافر يعرض إلى عمليات النصب وتجارة بصحته ولأخره من هذه الأمور الخطرة نعم في هيئة الصحة والتعليم الطبي أخذنا على عاتقنا تنفيذ هذه الخطاط مشروع ميزان هو مشروع رعاية صحية منزلية هي فكرة موجودة بالعالم لكن احنا طبقناها إن شاء الله يعني وفق ظروف قياسية نحاول نواكب كل التطورات الموجودة تعرفت القطاع الطبي حاليا وصل مرحلة يعني أكو ريبورتك سيرجر يعني أكو عمليات جراح تجرى عن بعود بأدوات بمحاكار بسبب التكنولوجيا حاولنا نطبق هذا الشي الفكرة بسيطة جدا ميزان هو عبارة عن صلة الربط بين المريض وبين المؤسسات الصحية هناك مريض لا يستطيع انتظار كبير سن لا يستطيع انتظار بزخم المستشفيات أو العيادات هناك مريض لا يستطيع المكوث طويلا في المستشفى نهيئ لها بيئة عامنة في منزلة بين أهلها نطبق بروتوكولات المستشفى نعم ونحاول نساعد على سرعة الشفاء موازنة بين المستشفى نعم ميزان هو الموازنة بين تقديمنا الخدمات للمريض ونكون خدمات ساندة لكل مستشفياتنا طبعا القطاع الخاص والقطاع الحكومي نحن ساندين لكل مؤسساتنا الصحية في سبيل صحة المواطن وفحت الفكرة أستاذ بهاء ما هو عمل المركز بالضبط؟ يعني خلنقول أقسام عمل المركز مش كام قسم يتكون وكل واحد شنو عمله قبل أن نروح ميدانيا على الأقسام مباشرة طبعا الكادر الأساسي في المركز هم كوادر تمريضية متمرسة من داخل وخارج العراق نعم إليهم خبرة بهذا المجال الرعاية الصحية المنزلية تعرفت الرعاية الصحية المنزلية نميت وتطورت بعد انتهاء الجائحة أصبحت حاجة ملحة يعني في العالم يعني كانت هناك دول مجاورة يعني سابقتنا بهذا المجال حاولنا نواكب هذا التطور والحمد لله وشكر وصلنا مرحلة جيدة يعني جلب استقطبنا كوادر ذات خبرة جلبنا أدوات يعني أكو أجهزة متنقلة يعني إيكو قلب سونار كثير من الأجهزة تستطيع أن تضاحها في البيت للمريض يعني أو يتصل إلى بدل يعني يعني أن تأخذ المريضة للمنزل شون قسمتها أستاذ يعني سأتعودكم هذا مركز مالكم شون قسمتها عملها يعني كل مجموعة أنا أعطي لك آلية العمل يعني بدون الدخول بالأقسام المركز يعني أقسام المركز كثيرة بصحة حال نعم نعم إحنا آليتنا إنه إحنا إحنا أدنا صفحة فيسبوك نعم أدنا شواخص في المستشفيات كل المستشفيات أغلب الأطباء يعرفون في كربلاء حالي عندها أعطي لك أنا المريض يحتاج الطبيب يعني يكمل عملية هوية مريضة نعم المريض يحتاج إلى علاج في المنزل يعني يقول لي أنا مارد أبقى في المستشفى يعني يعني فد كارت أو آيدي موجود معرف يعني يعني يتصل بنا المريض نعم أنا مريض دزني دكتور فلان أي زملاء للأطباء العراقيين نعم منطي أوردر نسمي إحنا نحن نستقبل الاتصال ندخل بالويت انجليست يعني يكون قائمة انتبار منطي موعد نحدد موعد حسب نوع العلاج وحسب يعني عدد زيارات في اليوم نعم نوجه لكادر مع يعني مع الأجهزة المطلوبة والمعدات والمستزمات المطلوبة نقدم للعلاج هذا قسم يعني اللوجستيك الذي يقدم الخدمة هناك أقسام ساندة يعني نعم نقيس جودة الخدمة من خلال أو قسم اسمه دعم أو رضا المرضى نعم رضا هو يعني طباء والمرضى كل زبون يجينا حتى الطبيب نعتبر زبون لأنه ينطينا مريضة أمانة بإنه وبإنه نحن نساعد الطبيب حتى نخفف عليه نعم حتى ننطي الربورت جاهز يعني يعني نحن من نكمل المريض نرفع الربورت به إلى الطبيب نقول يا بطينا فلان فلان شي وهذه استجابته نعم حلو وحقق نتائج جيدة يعني يعني يوجد شهادات حلوة يعني من أطبانة أستاذ بهاء يعني فكرة عن الأقسام قبل أن نذهب عليها ميدانيا يعني الأقسام هي حقيقة كثيرة وأنا سأجد لك أهم الأقسام اللي عندنا اللي هي يعني باحتكاك مع المرضى عندنا قسم اللوجستيك أو الدعم الفني اللي هو يستقبل الحالة المرضية عن طريق اتصال أو عن طريق تحويل من أحد الأطباء الاختصاص لتنفيذ الخطة العلاجية وبالتالي يرجع هذا القسم يزود الطبيب المختص بنتيجة هناك قسم آخر هو قسم المناشدات الإنسانية السجابة لكل مريض متعفف حالة يوجه بها سماحة المتول للشر العتب الحسيني في أموم العراق طبعا هذه الحالات نروح نجيبها كادر متخصص بإسعاف مجهزة مهما كانت صعوبة الحالة وفقنا بنقل كثير من الحالات إلى مستشفياتنا الصحية هناك قسم آخر وهو مهم أيضا بعد تلقي المريض للخدمة عندنا قسم نسمي قسم رضى المرضى يتصلون الزملاء بهؤلاء المرضى لتدوين الملاحظات لقياس جودة الخدمة الموجودة للوقوف إذا كان هناك ثغرات طبعا أغلب الثغرات يعدرون الزملاء نحاول المرضانة نحاول نسدها هذه بسبب الزخم تكون مواعيد الانتظار المريض بطبعا مستعجلي شوية ويريد لكن نحن اللي يهمنا نطبقه براتوكول مثلا الطبيب يريد علاج لفلان مريض بالتسعة لدينا أولوية تعرف عدل الساعات كل سس ساعات كل ثمان ساعات فإذا طبقنا بالتسعة سيمشي على الساعة هذه الجدول الزمنية مو بس ببدء الحجز أو من يحجز أولا أحيانا جدول زيارة المرضى يتغير حسب البروتوكول الطبي تحبون تتفضلون يعني وهي الأخبار والإعلاقات يعني موجودين الأقسام ويشوفون آلية العمل شرفت من اليوم شكرا صحيح ماذا أستاذ شمية آلية عمل القسم مالتكم حبيبي قسمناه قسم الشؤون الفنية والتمردية نعم بداية تم تلائق الاتصال يعني يجينا لاتصال من إبن المريض نعم تم تلائق الاتصال نعم نستفسر عن الحاجة المطلوبة من إبن المريض إذا كان بحاجة لحجز موعد لزيارة معينة خدمة تمردية معينة أو ممكن يكون اتصال بحاجة لحالة طارقة مثلا أو حالة إسعافية دارك حسب نوع الاتصال حسب نوع الاتصال نعم ورح تحدد الشغلات اللي تحتاجها نعم نعم بتم الاعتصال بتم تعريف بالمركز وعرض خدماتنا إذا هو ما عنده فكرة مسبقة عن المركز نعم حسب الخدمة المقدمة بتم إعطاء موعد للمريض نعم إذا مو بحاجة لحالة إسعافية بتم إعطاء موعد بعد إعطاء الموعد المحدد بتم توجيه الكادر حسب الحالة المحدد عندنا كادر رجالي وكادر رسائي وكادر مختص بالحالة الكادر والأدوات اللي تحتاجها أقليد نعم نعم عنا كل كادر نحن كل شخص من الكادر نعم مجهز عنده حقيبة خاصة فيها كل شي ممكن يحتاجه المريض نعم يعني فيها تقدم كل الخدمات ممكن يحتاجه المريض منزلية إذا نبدأ اتصالوا يا جنابكم هنا توجهون الكادر هنا لجماعة لأ لأ أنه في عنا مريض كذا كذا وبتم إرسال معلوماته بالجروب معينة تفاصيل كاملة عن المريض من اسم لعمر لخدمة مطلوبة لطبيبه لأي مستشفى شو عامل عملية عشان نحن مريضنا لمنتابع معه ما منكتفي أنه الخدمة نقدمها لبالبات بعد تقديم الخدمة بالبات نحن منتابع مع طبيبه المختص تحاليل ومسلا سوينا لمريض تحاليل منتابعه النتائج مع طبيب المختص مع شوية تعليمات الطبيب نتابع فايل كاملة إذن هنال خلنتوقف هنا اتصال هنال هيئون الكادر والمؤدل بعدين رح نشوف المريض احنا رح نروح آليا رح نشوف إن شاء الله بالأسعار بتم التوجه للمريض هذا إذا كان اتصال أول من المريض تم التوجه للمريض مثلا بحاجة لزيارات يومية المريض للزيارة مثلا مرتين يوميا بعدها بتم تثبيته بجدول مواعيد المرضى يعني ما بحاجة المريض اللي يرجع يتصل عليه بشكل يومي أو بكل محتاج للزيارة بتم تثبيت جدول المواعيد ضمن مواعيد المرضى لعد ما يكمل هذا كله وتشوفونا وتعالجونا أكو عدكم قسم لاخ شنو الشرطة قسم رضا المرضى القسم مختص ما رح أحكيك عنه بتقدر أنت تتواجه لحضرتك وتستفيد منه لعد خلينا شوف قسم رضا المرضى شوف المرضى رضا العظيم عليكم يولا تفضل حبيبي خدمتكم يلا موفقين حبيبي السلام عليكم عليكم السلام الله سلامكم الله يسلمك يا رب أهلا وسهرة بطاقين إن شاء الله بعملكم ربي يخليكم الله خليك ستي يعني إحنا عدكم على ساتذ قسم رضا المرضى صحيح كيف تعرفون رضا المرضى كيف الطريقة التي تحتمدوها نحن هون بقسم رضا المرضى والأطباء حتى يعني جميع الأشخاص أو المؤسسات اللي بيتعاملوا معنا طبعا نحن بنحرص على هذا الجانب كرمال نحسن من خدماتنا هذا اهتمام مطلق بتحزين الخدمات المقدمة من عنا نعم بحسب يعني المؤسسات أو الأشخاص أو حتى المرضى اللي عم نتعامل معهم نعم اللي بنسبة لريضا المرضى نحن بعد يعني قسم شؤون الفنية بعد ما بياخد معلومات المريض وبنلبي لزيارة بيقوم الفريق بزيارتهم وخدماتهم نحن نكون باتصال معهم إما بالاتصال المباشر أو عبر رسائل SMS أو رسائل WhatsApp بتبين يعني خدماتنا رأي المريض بخدماتنا المقدمة نعم كيف جاء رأي المرضى بخدماتكم يعني هلا الحمد لله يعني مجمع للمرضى خدمات يعني فريدة من النوع نعم بحسب يعني البرتوكول الموضع لتقديم طمريد يعني ستهاي منتشوفون رضا المريض يعني بعد كل زيارة أو باستمرار أو تواصلون طبعا باستمرار بعد كل زيارة أما عبر رسائل نصية أو اتصال مباشر بالمرضى هذا شيء دائما بيكون مكرر ماشي يعني رضا المرضى من أي ناحية من ناحية النوعية العلاج أو الطبيب المختص أو كل الجوانب يعني هلا نحن بنشوفل كل الجوانب انت بتعرف نحن العلاج المنزلي نحن ببيئة المريض الآمنة نحن ضيوفه بمحيطه فنحن بناخد رضا تواصل الكوادر معه كوادر الرعاية يعني من فريقنا الخدمات المقدمة تواصل الطبيب معه هل هو يحصل الفرق بين زيارة خصوصا المرضى المتابعين عنا هذا الرأي يعني كتير مهم لأننا نحسن من خدماتنا المقدمة للمرضى حتى رضا الأطباء حتى رضا الأطباء نحن الأطباء نتواصل ويهم طبعا ببروتوكولنا نحن عنا تقرير الكتيروني لكل طبيب وراء الزيارة التمريضية فنحن نحرص عنه نرسل التقرير وهم كما ناخد رضا الأطباء عن خدماتنا وإشرافهم ومتابعتهم شكرا إذن عزائي المشاهدين بعد أن عرفنا رضا المريض خلي نبدو الأخوان هنا نطعوا إياهم ضمن كادر اللي بأسعاف إلى بعض الحالات المرضية خلي نشوفها سيد الحمدر هل سيد الحمدر هل سيد الحمدر إعدادات اللي نسوها هنا من السيارة حاليا السيارات الإسعاف مستعدة كامل معداتها الطبية مع كادر متخصص غرض الإسعاف الطبي السيارات تحتوى على الأجهزة الطبية أيضا كادر الطبي نتوجه الحالتين وراضيتين لغرض إتمام العلاج طبعا نتواصلوا ويانا عن طريق الاتصال الهاتفي لغرض متابعتهم منزليهم أستاذ يعني هذه المعدات والأدوات والكادر يعني حسب حالة تأخذوا لها الكادر متخصص ولا هي نفس الكادر تأخذوا لها كل حالة لا أكيد كل حالة يكون تكون كل حالة خاصة بأجهزتها وأدواتها اللي ممكن تحتاجها الحالة لأن تعرف كل مريض ويكون المرض مالتا مختلف عن المرض الثاني نعم بالنسبة لإخوان الممرضين يعني شنو اللي يرحون يكون ممرضين أو طباء أو شنو يرحون يكون الحالات يعني مركزنا استحدث في الصفة جديدة اللي هي أنه على الاتصال الهاتفي ممكن تكون استشارة طبيعي يعني توجه طبيب اختصاص للمنزل على حسب طلب المريض نعم في حالة مثلا طلب اختصاص جملة عصبية أو اختصاص قلبية يتوجه الطبيب مختص مع كادر التمريضي للاستشارة المنزلية يعني بعد ما يحتاج أنه المريض يتوجه للمستشفى اللي يكون صعب عليه التوجه للمستشفى فإحنا تمنيناها والحمد لله والشكر يعني نجحت بشكل كبير يعني يروحون إلينا أمار رغضين يروح إلينا طبيب يروح إلينا المعدات التي تحتاجوها هاي في حال أنه ذا طلب وطبيب ذا طلب وطبيب نعم يعني حسب الطلب الذي يجي لكم نعم 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 هسا إلينا الأخ المورض وبعد روح إلينا يعني عاليا العملية نعم قادرنا يتوجه ويكمل كل الإجراءات الطبية وهو قاعد من منزله بس هاي الأسعاف ببرا ما تكمل تكملوا شغلكم بلي تنطلقون بيها تنطلق للحالتين إن شاء الله نعم بس هاليا مستعدين ووعدنا حالتين راح نتوجهنا نعم هلنتوجه لها إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله سجاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة استاذ احمد يعني أثناء انتقالنا يعني من المركز هنا نصار في الاتصال ويجنابكم من محتاجات في شي جديد بلي استاذ احنا طعا كان توجهنا للحالتين اللي متفق عليهم هلأ أثناء هاي بثناء طريق تم الاتصال بالمركز لغرض أسعاف حالة طارئة نعم فتوجه الكادر مراتنا توجه كادر نسوي طبيب اختصاص مع أحد الأخوات من كادر التمريضي حاليا نعموم نحن بالبيت نكملهم الإجراءات الطبية المريضة عدها عدة مشاكل راح تسول لكم بها التفاصيل بها دكتورة سناء اللي هي مختصة بالحالة ومتابعة الحالة مالتها سابقة إذن عزائي المشاهدين يعني المستمرين يعني بالمركز الإخوان تصلوا بهم أنه أقو حالة جديدة طارئة أنه لازم يمرون عليهم فحتاجوا أنه يحتاجوا إلى ممرضة وحتاجوا إلى طبيبة فأجوي معاني هنا من هذا البيت فخنا نشوف شنو الحالة اللي راح يشوفوها هسا يعني نستفسر منها عن طريق الدكتورة وعن طريق الأخت الممرضة اللي وياها دكتورة شنو الحالة اللي يعني طلبت أنه يستدعون جناب الشعر طيب المريضة نحن معروفة من قبلنا سابقا لأن سبق وكشفنا من مدة هي مريضة سكري مع ضمور دماغي مع أليزهايمر فتم الاتصال اليوم صباحا أنه المريضة بحاجة لتشييك وحرارة وتعبانة فتوجهنا نحن ككادر طبي وتمريدي لهن لنفحص الحالة وفلن وجدنا أنه السكر مرتفع ومدى حرارة عالية وتحتاج المريضة إلى تحاليل ومتابعة يعني هسا تصورها تحاليل هنا هون نسحب العينات الدم ونأخذها إلى المختبر المركزي وبعدين من تأخذها هناك ترجعون مرة التحاليل رح نطلع على نتائج التحاليل وطبعا رح يكون في تعديل بالعلاج حسب نتيجة التحاليل رح نيجي مرة تانية ونطبق العلاج وعلاج كله بيتطبق بالمنزل سواء بالمحاليل الوريدية بالأدوية الوريدية وكل شيء يعني حتى أخت مرضة تجوياتش هنا مباشرة تحتاج للشغلات يعني حتى مغذية أو غير شغلات تماما كلها هي بتكون احنا بالشنة الإسعافية معنا معنا مغذيات معنا أبار معنا أدويتنا ومحاليلنا كلها بتقوم بتطبيقها الممرضة حسب تعليماتي أنا في الحالة وإذا طلب حالة أكثر من هذا ممكن أنها تنقل للحالة إذا الحالة كانت تستدعي إلى ناقف المشفى مثلا تحتاج إلى رقود في العناية المشددة أو تحتاج إلى أمور أخرى لا تتوفر إلا في المشفى أكيد في سيارة الإسعاف طابعا لمركز ميزان ننقلها إلى المشفى المناسب حسب الحالة إذن سيتم من فترة تابعها وحاليا نتصلوا بكم يعني إذن حالتها تم استمرون يا هجلت فترة صارها تقريبا نحن آخر مرة شفناها من قبل يعني أسبوعين تقريبا نعم ومستمرين معها ومستمرين معها الوضع كان مستقر وتمام ونحن وضعنا على علاج بالأنسلين وعم تابع يوميا مع الأهل أنه حلل صباح ومساء والممرضة التابعة معهاي أنه طلع التحليل كذا نعدل الجرعة تماما إن شاء الله إن شاء الله أيها الصحة شكرا لدكتورة وإن شاء الله الشفاء للجميع سيدة محمد يعني كيف تم التواصل مع مركز ميزاني يعني تحضرتكم معتكم حالة مرضية كيف تواصلتوا يوم عن طريق شنو يعني طريق الانترنت أو عن طريق التليفون التواصل كان عن طريق الانترنت نعم على الاتصال على تليفوناتهم نعم والجماعة يعني صارت تقريبا أسبوع تعرفت الحالة المرضية نعم لا تقدر تبقيها بالبيت نعم ولا تقدر تنقلها المستشفى نعم تحتاج تحاليل تحتاج فحوصات متقدمة تحتاج أجهزة نعم تحتاج أشراف طبي وتمريضي نعم مباشر نعم فتجمعها جزاهم الله اللي في خير نعم يعني حضورهم مرتين باليوم نعم الصبح وبالليل ومتواصلين دائما منويانة عن طريق الانترنت نعم والتحاليل والفحوصات يعني أكو حسيته فرق بالنسبة للمريضة حالتها ممكن طبعا الحمد لله والشكر نعم حالتها استقرت وفرقة المريض شان يتألم كل شان يتألم نعم استاء سيد محمد يعني كتجربة هاي هنان عدنا بالعراق شون تشوفه يعني هي ممكن لأول مرة حصل كربلة واحتمال حتى على مستوى العراق نعم يعني تجربة يعني تقدر تقول جيد داقية جدا نعم حماتين للمريض راحة هم الأهل المريض نعم والذوي المريض نعم لأن تعرف التنقل والمستشفى والانتظار والحالات الهذه ويعني إن شاء الله نشوفها تتفقل وتخدم الناس محافظتنا كربلة إن شاء الله الشفاء العاجل للمريضكم إن شاء الله الله يحفظكم الله يحفظكم الله يحفظكم إن شاء الله دعم بصحة وسلامة شكرا سيد شكرا بإذن موفقين إن شاء الله الله يخذي أمنونين إذن أعزائي المشاهدين ننتقل إلى حالة أخرى تابعها مركز ميزان موسيقى 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 السلام عليكم عليكم السلام الله يساعدك الله يحفظكم طيب إن شاء الله يمكنك العرف على أسم جنابك حسين خالد رحيم حسين شنو الحالة من رضي لديك تقرح بالظهر نعم وإن شاء الله تتواصل لك مركز ميزان 28 يوم 28 يوم شنو شفت لحنا يعني تحالة جيدة جدا الكوادر اللي يجوك كوادر ممتاز نعم بالنسبة لك شخص مريض يعني أنت حضرتك يعني الأفضل أنه تروح للمستشفى وهناك نعم كحالة يعني لو يجوك هنا أفضل نعم كحالة هيش نعم ما نصح صراحتين يروح المستشفى إذا يقدر يروح المستشفى ما يقدر نعم يعني نفس الخدمة بالضبط نعم نعم بالأكس بس إذا رأي سوى عملية خلي هذا ممكن هما ينقلوا كذا تحتاج عملية هما أي راح نعم بالضبط إذن تأيد هيش حالة وتنصح الناس أنه بصراحة بالأخص الناس الكبار السنة أو اللي فالمرض ما يقدر يتحرك صحوب على الحركة يفضل أنه يجي البيت إن شاء الله همك العافية شكرا جزيلا عم حبيب عم أعزائي المشاهدين ليس فقط يعني أنه حالة علاج هنا للشخص تجي كادر كامل كادر متخصص طبي بأي حالة مرضية ثانية وإنما أيضا هذه العمل مع المركز هو تخفيف الزخم عن المستشفيات عن المستوصفات الصحية لذلك يعني بها خدمة كبيرة أنه المريض يرتاح والمستشفيات يقلع لها الزخم إذن أحبت المشاهدين إلى هنا انتهت حلقتنا لهذا اليوم والتي كانت عن مركز بيزان للرعاية الصحية المنزلية نلتقيكم في حلقات أخرى إن شاء الله في أمان الله وحفظه